جلسة اليوم تأتي في إطار التوجيهات الثانية بتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق مزيد من الاستقرار والرفاه لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية والإصلاح نعم ومشاهدين يبدأ مجلس لهم دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريع السابع عشر مع عزم السلطتين على التعاون الكامل لإقرار حزم تشريعية نيابية معيشية وتنموية وكذلك سياسيا نتابع توجيهات سامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية بتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية يبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بعودة جلساته العادية مجددا للانعقاد خارطة تشريعية نيابية ينتظرها دور الانعقاد اليوم وسط أمال وتطلعات نحو التركيز على قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح الشامل في الدولة وإقرار القوانين التنموية المرتقبة وسط عزم السلطتين على التعاون الكامل الذي غايته الارتقاء بالوطن وأبنائه ويقوم هذا التعاون المأمول على ما تحقق من تعاون وإنجاز في دور الانعقاد الأول واتفاق السلطتين على وضع آليات وأسس لاستمراره في الدور الثاني مجموعتهم من الحزم التشريعية تشمل أولويات معيشية وتنموية وسياسية الأولويات المعيشية تتضمن قوانين رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والبديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس وتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما تشمل أيضا زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة جائحة كورونا أما الأولويات التنموية فتتضمن قوانين استدامة التمويل في بنك الاعتمان وإلغاء الوكالات العقارية وتعديل قانون المناقصات وغرفة التجارة والصناعة ومهنة التعليم ودعم المعلم والشركة الكويتية للصناعات المتقدمة وتطوير قانون الخدمات الصحية الجدير بالذكر أن أولويات الحكومة تتضمن تشريعات ستكون ضمن جدول القوانين التي ستقار في دور الإنعقاد الثاني بحيث تشكل خريطة تشريع متنوعة ستحقق أصلاحات في شتى المجالات وتركز على تحسين معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية في وقت تتوزع فيه تلك الأولويات إلى أولويات سياسية ومعيشية وتنموية